بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لما بدأناه في المحاضرة الماضية وهي بداية الشخصية المعنوية ونهايتها ما الذي يترتب على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية؟ يترتب على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية الأثار الآتية أن يكون للشركة اسم أن يكون للشركة موطن أن يكون للشركة جنسية أن يكون للشركة أهلية أن يكون للشركة زمة مالية مستقلة وأن يكون للشركة من يمثلها ودعونا نتحدث عن كل أثر من هذه الأثار بشيء من التفصيل فنبدأ في الأثر الأول وهو اسم الشركة في الحقيقة اسم الشركة هو حق وواجب في نفس الوقت فيجب على الشركة أن تتخذ لنفسها اسما يميزها عن غيرها فإذا لم تقم بذلك فتكون الشركة قد أخلت بواجب من الواجبات القانونية المرقاة على عاطقها وفي المقابل يعتبر اسم الشركة حق لها فلا يجوز الاعتداء على هذا الاسم بأي شكل من الأشكال فلا يجوز لشركة أخرى أن تتسمى باسم الشركة سبقة وأن اتخذت هذا الاسم لنفسها ويعد ذلك بمثابة اعتداء على اسم الشركة مما يلزم تعويض عنه من قبل المعتدي كذلك اسم الشركة هذا هو الذي يميزها عن غيرها فلا يجوز لشركة تعمل في نفس النطاق الجغرافي وفي نفس نوع النشاط أن تتخذ لنفسها اسم قد سبقتها واتخذته شركة أخرى تعمل معها في ذات النشاط الأثر الثاني من الآثار التي تترتب على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية موطن الشركة يتحدد موطن الشركة بالمكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها ويتحدد هذا الأخير بالمكان الذي تباشر فيه حياتها القانونية أي الذي تصدر فيه الأوامر والتوجهات وهو بالنسبة لشركات الأشخاص المكان الذي يباشر فيه المدير عمله وبالنسبة لشركات الأموال المكان الذي تعقد فيه اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والعبرة في تحديد موطن الشركة تكون بمركز الإدارة الرئيسي الفعلي بصرف النظر عن التحديد الوارد في عقد الشركة ولتحديد موطن الشركة أهمية كبيرة فهو المكان الذي يمكن مخاطبة الشركة عليه فموطن الشركة يعتبر هو المكان الذي تباجر فيه نشاطها داخل المملكة فإذا كان للشركة موطن خارج المملكة وفرع داخل المملكة فيعتبر موطن الشركة من نسبة للمتعاملين معها داخل المملكة هو المقر الذي تباشر فيه نشاطها داخل المملكة وإذا كان للشركة أكثر من موطن فيعتد بمركزها الرئيسي الأصر الثالث من الأصار التي تترتب على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية وهو ما يسمى بجنسية الشركة فما معنى الجنسية؟ الجنسية تتضمن عادة معنى الولاء أو الانتماء لبلد معين وهو ما لا يتصور بالنسبة للشخص المعنوي كالشركة إلا أنه نظرا لأهمية الجنسية بالنسبة للشركة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن أهليتها وإدارتها وحلها وتكوينها وتصفيتها وفي معرفة الحقوق التي تتمتع بها الشركة والدولة التي تتمتع الشركة بحمايتها دوليا فقد تقرر ضرورة اكتساب الشركة للجنسية وهناك معايير مختلفة لتحديد جنسية الشركة فبعض الدول يأخذ بمكان التأسيس والموطن وجنسية أغلب الشركاء ومكان الاستغلال الرئيسي فما هو المعيار الذي أخذت به المملكة العربية السعودية أخذت المملكة العربية السعودية في إكتساب الشركة الجنسية السعودية متى ما تم تأسيسها وفقا لأحكام نظام الشركات السعودي وكان مركز إدارتها الرئيسي بالمملكة إذن المعيار الذي يستند إليه نظام الشركات السعودية هو معيار عام لاكتساب الشركات الجنسية السعودية وهو الموطن أي المركز الرئيسي للشركة فتعتبر الشركة سعودية إذا كان مركزها الرئيسي في المملكة حتى ولو كان نشاطها في الخارج أما الأثر الرابع التي يترتب على إكتساب الشركة للشخصية المعنوية وهو أهلية الشركة فالشركة تعتبر أهلا لممارسة الأعمال التجارية بمجرد إنشاء هذه الشركة وشهرها فتصبح الشركة أهلا لممارسة لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات بمجرد اكتسابها للشخصية المعنوية وتتحدد أهلية الشركة بالغرض الذي أنشأت من أجله وبما يعنيه سند إنشائها وبما يحدده النظام من مجال لا يجوز تجاوزه وهذه الأهلية متى ما وجدت فإنها تكون كاملة فبخلاف أهلية الشخص الطبيعي فإنه لا يصيبها عارض من العوارض المفقدة للأهلية أو المنقصة للأهلية كالجنون والعته والسفه وبما أنه ليس هناك إرادة حقيقية للشركة فيعتد في إرادة الشركة بالممثل القانوني للشركة فأهلية الشركة يعبر عنها الممثل القانوني لها ويمكن مساءلة الشركة مسؤولية مدنية عن أعمال ممثلها القانوني أما المسؤولية الجنائية فيتحملها الممثل القانوني نفسه ولا تتحملها عنه الشركة أيضا من الآثار التي تترتب على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية هي الزمة المالية للشركة فما المقصود بالزمة المالية؟ تعتبر الزمة المالية المستقلة للشركة من أهم مظاهر تمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية وتتكون زمة الشركة المالية المستقلة عن زمة من الشركاء من مجموع مال الشركة وما عليها من حقوق والتزامات مالية وتشمل في جانبها الإيجابي مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء والأموال الاحتياطية التي تكونها الشركة أثناء حياتها والأرباح وكل ما تكتسبه الشركة أثناء مباشرتها لنشاطها وفي جانبها السلبي الديون الناشئة عن المعاملات التي تقوم بها الشركة وهناك سؤال يطرح نفسه ماذا يترتب على تمتع الشركة بزمة مالية مستقلة؟ وللإجابة عن هذا السؤال أقول أنه يترتب على ثبوت زمة مالية مستقلة للشركة عن زمة من الشركاء أن تنتقل الحصة التي يقدمها الشريك في رأس مال الشركة إلى ملكية الشركة باعتبارها شخصا معنويا ولا يكون للشريك بعد ذلك إلا دين في زمة الشركة يخوله نصيبا من الأرباح في الأموال المتبقية بعد تصفية الشركة ثانيا تشكل زمة الشركة ضمان العام لدائن الشركة دون دائن الشرقاء الشخصيين ثلاثة لا يجوز إجراء المقاصة بين ديون الشركة وديون الشركاء أربعة تعدد واستقلال التفليسات لا يستدبع إفلاس الشركة إفلاس الشركاء ولا يؤدي إفلاس الشريك إلى إفلاس الشركة أما الأثر الأخير من الأثار التي تترتب على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية وهو تمثيل الشركة فبما أن الشركة شخص معنوي لا يستطيع أن يعبر عن إرادته إلا بواسطة شخص طبيعي أو أكثر لذا كان مدير الشركة أو مجلس إدارة الشركة وهو من يعبر عن إرادة الشركة ويدير شؤونها ويمثلها عند التقاضي أو التعامل مع الغير ترجمة نانسي قنقر